ثلاثة أيام من المناقشات بين الأطراف اليمنية في عمان فشلت في التوصل إلى حل لصرف مرتبات موظفي الدولة والتخفيف من المعاناة الإنسانية بعد رفض طرف هادي مقترح صنعاء بإدارة وتوريد كل الموارد الحكومية في مختلف المحافظات وجمعها في وعاء واحد يضمن صرف مرتبات كل موظفي الدولة إرادة الحديدة لا تغطي الرواتب الموظفين بالكامل في مناطق سيزارة حكومة الإنقاذ وبالتالي على حكومة الهادي أو الحكومة العدو أن تقدم كافة الببالغ التي نستطيع مقلالها أن ننسوا في كافة الإرادات لغاية أنهم رفضوا هذا الجانب يرى اقتصاديون أن طرفي هادي والتحالف يحرصان على استخدام الملف الاقتصادي كأداة للتصعيد والحارب ناهيك عن فرض مقترح بتسليم إرادات موانئ الحديدة لبنك الحديدة على أن يشرف عليه بنك عدا فقط حكومة عدو ربا مصر لا ترغب والتحالف لا يرغب حتى الآن في أن يفرص في الورقة الاقتصادية بحيث أن يرى أن الورقة الاقتصادية تعد من أهم أوراق الحرب القليلة التكلفة والكثيرة الجدوى بالنسبة للتحالف أكثر من مليون موظف يمني قطعت رواتبهم منذ أكثر من عامين بسبب نقل البنك المركزي لعدان ورقة اقتصادية عملت على إنهاك اليمنيين وقتلهم جوعا والأمم المتحدة في وضع المتفرج تربط حكومة هادي ملف يعادة الانتشار في الحديدة بالملف الاقتصادي الإنساني كورقة سياسية تستخدمها ما سيضع هذا الملف أيضا في دائرة الانتظار دون حل وفق ما يراه اقتصاديون أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين